ترجمة نانسي قنقر فكيف ترصد تحركات النفط خلال جرسة اليوم؟ صفة رئيسية من أشهد في الوقت الحالي بالنسبة لأسعار النفط لا تتعلق بالطلب والعرض ولكن بنقص القوى العامل لقد شاهدنا أن هناك إلغاء لألاف رحلات طيران في الولايات المتحدة وهناك نقص أيضا في الطيارين وفي الطاقم على الطائرة وهذا ما يضغط هبوطا على أسعار النفط ولكن هذا أمر على المدى القصير ولكن من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط وذلك بعد اجتماع أبيك في يناير وما نشهد في الوقت الحالي هو أن نصل إلى مستويات 75 دولار للبرميل في الوقت الحالي ولكن سيكون هناك تحصن في الطلب في العام القادم نعم ما السبب الذي من وجهة نظرك يدفع باليوم الأداء العكسي للنفط وهذا لا نشهده عادة يعني برينت نجده على مكاسب بينما يتراجع الأمريكي خلال جلسة اليوم السبب الرئيسي هو أنه لا يوجد علاقة بين أسعار النفط والطلب وبين البرينت والWTI ولكن الطلب يتعلق بقطاع معين في الاقتصاد وشهدنا ذلك في الهند ومكين أخرى وأيضا نجد أن هذا يتوقع على البرينت على المدى القصير ولكن فيما تعلق بالمخاوف على المدى القصير فإنها ستحل في وقتها نعم نذهب الآن إلى التكاهنات بأن المخزون من النفط الأمريكي لربما سيواجه بعض التعطل خاصة أن وصافة التكرير لن تطلب أي من المشتقات النفطية أو أي من النفط الخام طالما لم تتحرك المصانع والإنتاج في المصانع بشكل واضح هل تعتقد أن مشاكل سلاسل التوريد العالمية ستنعكس بالضرورة على أداء المصانع الأمريكية؟ قطعا لقد شهدنا الكثير من الضغوط بسبب سلاسل التوريد على سبيل المثال بدأت منذ فترة ومنذ بداية كافيد منذ عامين شهدنا هذا الأمر وأيضا إدارة سلاسل التوريد قد توقفت بشكل كبير وسنواجه هذه المشكلات في المستقبل أيضا لا سياما مع أميكرون والذي انتشر انتشارا كبيرا سلاسل التوريد ستكون مؤثرة على مصانع الولايات المتحدة وعلى المعروض وعلى المخزونات في الولايات المتحدة أيضا فإن المعروض الخاص بالولايات المتحدة سيتأثر هذه المشكلة التي تواجه المصانع الأمريكية خلال الربع القادم أو الربعين القادمين حتى نعم مع نهاية هذا العام هل بالضرورة أن نجد عمليات تسويات لإنهاء التداولات على المفط وخاصة لصغار الأفراد لأنه أنت تعلم جيدا طالما الساعة التخزينية لكبار تجار النفط تتسعهم غير مضطرين لإنهاء عقودهم الشهرية هذا يطبق فقط على العقود الفردية فهل سنشهد عمليات ربما تصحيحة يعني إذا شفنا مبيعات أو بيع على النفط فهذا سبب أنه عم ننهي عقود الشهر هذا يتعلق أعتقد أن المخزونات الكثيرة ستكون مشكلة وهي التي أثرت سلبا على أسعار النفط أيضا الأفراد سواجهون هذه المشكلة كما قلت وذلك لربعين القادمين في نهاية هذا العام ستكون هذه المشكلة مستمرة وستكون مدعا للقلق الحقيقي وسيد فيجي فاليتشا وأنت طبعا مدير استثمار في سينتوري فاينينشا شكرا جزيلا لك